اشتركوا في القناة فرحة حوا برنامج بيحاول يقدم معلومة امراض النساء والتوليد وكل ما يتعلق به بطريقة مبسطة تصل الى الاذهان بطريقة مبسطة علمية يعني ما بين الاثنين ما بين العلم والبساطة ان شاء الله نهاردة هنتكلم عن موضوع شائك موضوع يهم من 10 إلى 20% من البشر وهو الاجهاد وإيه اجهاد وإمتى بأنه اجهاد وإيه علامات الاجهاد وإيه تعريف الاجهاد وإيه أنواع الاجهاد وانا انهي نوع منهم وإمتى ادور وإمتى مدورش يعني إيه اجهاد وإمتى انا كطبيب بشك ان الستة دي عندها اجهاد وإيه أنواع الإجهاض وإيه علامات الإجهاض وإيه الحاجات الألارم أو العلامات المؤثرة اللي تقول لحضرتك أن أنت حدث إجهاض نتوكل الله أول حاجة امتد طبيب بيشك أن فيه إجهاض لما بيجي له واحدة حامل في الفترة الأولى من الحمل يعني نقول أول 12 أسبوع يعني أول 13 أو 14 ويحدث بليدينج أو نسف أثناء الثلاثة أشهر أولى من الحمل بنشك في أربع حاجات أول حاجة اسمها الإجهاض ودي أكبر حاجة وأشهر حاجة تاني حاجة اللي دايما نقولها لأطباء الصغار وكان بتقلنا وإحنا صغيرين أن المفروض دكتور النسا الشاطر يبقى إكتوبك مايندد يبقى عنده تصور دايما ويشك دايما لنست اللي قدامه دي عندها حاملة خارج الرحم كانوا دايما يقولوا لنا كده وإحنا بنقولها لأطباء الصغار جود جينينكولوجيست يعني الطبيب النسا الماهر لازم بيشك في ثلاث حاجات على طول شاكك فيهم إكتوبك مايندد بيشك أن الساتي دي عندها حاملة خارج الرحم انديومتريوزيس مايندينج أن هذه السيدة تعاني من بطانة رحم المهاجرة تيوبركولوزيس مايندد يعني هذه السيدة لازم بيشاكك دايما محطوط في الزاكرة عنده وفي الأزهان أن هذه السيدة تعاني من مرض السل وما يؤثره حدث نسف أثناء الثلاثة أشهر أولا من الحمل أعمل رول آوت يعني أنا بستبعد الحمل خارج الرحم بستبعد الفيزيكولان مور أو الحمل الحواجصالي وكل دا لي حلقات وهنا بنتكلم عنه في حلقات منفصلة أو بستبعد اللوكالكوزيس يعني الأسباب الموضعية يعني هي أسباب موضعية هذه السيدة حملها سليم جدا لما عملها صنار ولكن بيحدث لها بليدينج عليها نسف لما جاء يبتدي يفحصها مثلا ألاء الشفرتين عليهم بعض الدوالي حدث منها نزيف عنق الرحم حصل في حاجة اسمها الايكوموزيس أو حصل فيها السيرفايكال ايروجين حصل زي ما احنا بنقول قرحة في عنق الرحم أو قرحات في المهبل أو بعض الالتهابات الشديدة التي تؤثر وتسبب نسف دي كده إحنا استبعدنا نبتدي نخش في موضوع حلقتنا لأ أنا استبعدت كل الأسباب الجانبية ودخلت في موضوعي وهذه السيدة تعاني من الإجهاض يعني إيه إجهاض يا دكتور يعني إن البيبي بتاع حضرتك تلقائيا نزل قبل فترة معينة بتختلف من دولة أخرى فترة معينة إن العائل ده يقدر يكمل ويعيش دي اللي بيسمى تعريف الإجهاض الطبي مش الشعبي تعريف الإجهاض الطبي إن هذه السيدة يحدث لها نزول للبيبي تلقائيا من ذات نفسها يعني محدش عمل لها أي حاجة من برا قبل فترة معينة اللي هي احنا بنسميها في الطب فترة البيابلتي أولا هذا الجنين يستطيع العيش خارج جسم الأم الفترة دي بتختلف من دولة لدولة عندنا هنا في مصر من 28 أسبوع 29 أسبوع في أمريكا 24 أسبوع في إنجلترا 20 أسبوع يبقى تعريف الفترة دي بيختلف من دولة أخرى حسب قدرة الإنكيوبيتر أو الحضانات وتستطيع أن تتعامل مع هذا الجنين في هذه الفترة يبقى يعني إيه بقى التعريف المبدئي كده نزول البيبي تلقائيا من ذات نفسه يعني بدون تدخل خارجي في الفترة ما قبل إن يستطيع هذا الجنين أن يتحمل العيش أو إنه يكمل حياته خارج جسم الأم وقلنا بتختلف من دولة لأخرى دي أول حاجة إنه إيه الأنواع بتاعتها يا إما سبونتينيوس يا إما انديوز يا إما تلقائي زي ما احنا قلنا وده التعريف الأساسي بتاع الإجهاض يا إما انديوز أنا اللي عامله واللي عامله دول حاجتين برضه يا إما أنا عامله عشان هذه السيدة تعاني من مرض معين في جزء ميديكال ده اللي احنا بنسميه ميديكال أبورشن وهنعرف جوه في الأنواع بتاعتنا يعني إيه ميديكال أبورشن يعني هذه السيدة تعاني من مرض لو كملت حملة عند فترة معينة هيحدث لها وفاة أو يحدث لها مضاعفات شديدة جدا أنا كطبيب لأ بقيم يبقى حياة الأمة عندي أهم من حياة الجنة نعمل زي مثلا ما الستة تعاني من طاية مايترالسينوز عندها ضيق شديد في الصمام المترالي دي على عشرين أسبوع طمانتاشر أسبوع هذه السيدة القلب بتاعها يفتل في الوظيفة بتاعته وممكن لك قدر لا يحدث وفاة لأ أنا زيلي البيبي لغاية لما تعمل تبتدي تغير الصمام المترالي وتيجي تحمل وتبقى الدنيا كويسة إن شاء الله أو اللي هو احنا قلنا الانديوز اللي هو اللي احنا بنعمله الميديكال أو اللي يجل اللي هو الغير شرعي أو المجرم قانونا وشرعا إن هذه السيدة بتروح للطبيب الطبيب اللي تحت السلم أو الطبيبة اللي تحت السلم عشان تنزل البيبي دو وده اللي بيبقى الجزء المجرم المجرم شرعا ومجرم قانونا نبتدي نعرف نسبة الإجهاض دي قدية هذه النسبة من 10 ل 20% النسبة تشوفوا احنا النسبة عالية إزاي؟ من 10 ل 20% من الحوامل اللي بيسمعونا اللي في أول الحمل 10 ل 20% هيحدث لهم إجهاض طلقائي ودي نسبة عالية ولكن بعد مرور 8 أو 9 أسابيع يعني أول شهرين عشان كده للسيدة لما بتيجي يتعدي أول شهرين بنقول لها نسبة الإجهاض عند حضرتك قلت لنسبة قليلة جدا بقى نسبة الإجهاض عند حضرتك قليلة جدا احنا نقدر نكمل إن شاء الله ويبقى نسبة الإجهاض قلت خالص في حاجة اسمها الإجهاض المتكرر اللي هو هذه السيدة سقطت مرتين أو 3 و 4 هذه السيدة سقطت مرتين أو 3 و 4 ده ما يسمى الإجهاض المتكرر وده هنعمله حلقة غالبا هتبقى الحلقة الجاية إن شاء الله الإجهاض المتكرر كاملة نسبة الإجهاض هي من 10-20% ولكن هذه النسبة غير حقيقية ولا تعني نسبة الإجهاض العديد ليه يا دكتور في بعض الحاجات أولا لسه إحنا أينين الإجهاض المجرم السيدة اللي عمل إجهاض مجرم أو الطبيب اللي عمل إجهاض مجرم مش عيجي يبلغ إن بعض السيدات بيحدث لها إجهاض ما قبل معادة دورة نفسه يعني هي مثلا ما فوق دورتها كانت هتيجي مثلا 15-10 النهاردة نزل دم فهتعتبره دورة وإن كان هو مش دورة هو سقط فدي طبعا ما بتعرفش في بعض السيدات اللي بتبقى عارفة إن هي حامل وبس في بداية الحمل وحصلها نزيف بسيط جدا أو نقط خفيفة وما بحثتش عن خدمة طبية فدي معرفناش إن هي سقطت وهي سقطت مع نفسها عشان كده نسبة الإجهاض اللي احنا قلناها دي نسبة غير حقيقية النسبة دي بتبقى أكتر شوية بالإجهاض المجرم زي ما احنا قلنا إن الإجهاض اللي حصل قبل اختلاف معادة دورة أو السيدة التي لم تبحث عن خدمة طبية لما نيجي نقول إيه هي أسباب الإجهاض لما تيجي ده السؤال ده مشهور أبدا دوكتور أنا سقطت مرة أو اتنين طب أنا عايز أعرف السبب أسباب الإجهاض هي عبارة عن خمس أسباب أسباب متعلقة بالأم أسباب متعلقة بالجنين أسباب متعلقة بالأب أسباب متعلقة حاجة عملناها خارجيا أو حاجة بناخدها من بره وفي سبب تاني لأخراني إن إحنا عملنا الفحصات دي كلها وطلع حاجة إيديوباثك ملوش أي سبب مش وضح له سبب إحنا في الطب لما بنعجز عن وجود سبب أو معرفة سبب حدوث الشيء بنحطه تحت الكاتيجوري أو تحت وصف اللي هو الإيديوباثك غير مفصل الأسباب نبتدي رحلتنا مع بعضينا إن شاء الله هنبتدي رحلة الأسباب المتعلقة بالأم أول حاجة في عيوب خلقي يعني إيه يا دكتور في عيوب خلقية هذه السيدة تعاني من هايبوبلاستيك يوترس الرحم بتاعها صغير الرحم تفايلي خالص الرحم سغنون مش مقضي العين ما بيكملوش أكتر من 18 أو 17 أسبوع وده بنلاقيه موجود هذه السيدة تعاني من الرحم المقلوب من الدرجة الثالثة أو الرابعة وفيكسد مش موبايل عشان السيدات اللي بتسمعني دلوقتي لو كانت راحت للدكتور وقال لها الرحم عندك مقلوب تقول أنا بسقط عشان الرحم مقلوب لا لازم بيقى فكسد يعني مثبت مثبت الرحم ما بيقى هو المفروض إحنا الرحم جوه جوه التجويف البط بيطلع لقدام وبيرجع لورا بس فيه الرحم المقلوب والرحم المقلوب ده 15% من السيدات عندها الرحم المقلوب وإحنا ما بنخدهمش ولا حاجة بنقول لهم إن الرحم المقلوب ده زي ما فيه ناس بتكتب بإيديها اللي مين فيه ناس بتكتب بإيديها الشمال هل اللي بيكتب بإيديه الشمال ده بني آدم غير طبيعي أو هل بني آدم يعاني من أي شيء لا ده بني آدم طبيعي والسيدة اللي عندها الرحم المقلوب من الدرجة الأولى والتانية والتالتة ولكن موبايل يعني بيتحرك الرحم بيتحرك ويروح ييجي أما لما يبقى مثبت ده ممكن لقدر الله يسبب إجهار عنق الرحم الواسع اللي هو يسبب نزول الجنين ولكن عشان برضو حاجة اللي بيتفرج علينا يفهمها ويحطها في الأزان عشان بتيجي سيدة تقول لي إيه تقول لي أنا عند تسع أسابيع الدكتور قال لي أنت بتنقطي دم لازم تربطي لا أولا الرابط في بداية الشهر الرابع أواخر الشهر التالي ولازم هذه السيدة يبقى الجنين ظهر وواضح وعنق الرحم ليه كذا كريتيريا عنق الرحم بيبقى واسع اللين في بتاعه يبقى قليل طول عنق الرحم يعني قليل عنق الرحم بيتدى يفتح بنتابع كذا حاجة إنما البليدنج أو الدم منزول الدم في أول 8 أسابيع أو أول شهرين لا يعني إن هذه السيدة يجب أن تربط طيب إن في التساقات داخل تجويف الرحم الالتساقات اللي موجودة داخل تجويف الرحم دي بيبقى يالتساقات قفلة تجويف الرحم تماما يأما برشيل يعني جزئية فقفلة بعض تجويف الرحم دي تؤثر وكل ما تبقى كاملة أو أكتر أو غلقة تجويف الرحم تماما يبقى الإجهاد هيبقى بدري ده إحنا قلنا الأسباب كده المتعلقة بالأم أول حاجة منها كانت العيبة الخلقية تاني حاجة حصل صدمة أو ترومة حصل يعني حصل حدثة الحدثة دي داخلية خارجية يعني إيها دكتور داخلية أو خارجية هذه السيدة عملت عملية كبيرة عملت زايدة حصل التساقات شديدة في الرحم حصل عملت دي أندي سي كحت وتفريق وحصل التساقات شديدة داخل الرحم ده الداخلية اللي هي إحنا بنسميها العمليات خارجية هذه السيدة عملت حدثة كبيرة وهي حامل عملت حدثة عربية ولا لا قدر الله أو حصل أي حادث مروري لا ده ممكن مسبب إجهاد إيه تاني يا دكتور بعض وجود يحدث عدوى لهذه السيدة وهي حامل عدوى بكترية عدوى كلاميدية عدوى فيروسية كل ده ممكن مسبب الإجهاد في بعض الأمراض المتعلقة بالمناعة زي الذئب الحمرة سيستيبي كلوباس أو متلازمة الأنتي فوسفوليبيت سندروم واللي موجود دلوقتي بيسمعني كتير اللي هي يقولك تغلطات في الدم هي مشهورة شعبيا إن هي ما يسمى تغلطات الدم هي اسمها متلازمة الأنتي فوسفوليبيت سندروم وجود بعض الأورام اللي ممكن تعوق الجنين يعني إيه دكتور هذه السيدة تعاني من ورم ليفي في مكان غرز الجنين أو ما جنب الجنين تمام يا دكتور آه تمام طب الجنين تكون وابتدأ يجبر جي يجبر جي زؤ الورم الليفي لا الورم الليفي بيجبر جنبه فالاتنين بيبقى زي ما يكون الاتنين بيتخنقوا مع بعض ده بياخد دورة دموية ده بياخد دورة دموية ممكن مسبب بعض الإجهاد في بعض الحاجات أو الحاجات المتعلقة بالغضة Beyonce أن هذه السيدة ما عندها سبر أو ما عندهاش الهرمونات التي تثبت الحمل فده بنبتدي نعديها خارجيا أو هذه السيدة تعاني من الغضة الدراقية سواء زيادة نشاط الغضة الدراقية أو قلة نشاط الغضة الدراقية الغضة الدراقية أثناء الحمل يجب أن تكون في وظفتها طبيعية لا زيادة ولا نعز طيب دي الأسباب المتعلقة بالأم في بعض الأسباب المتعلقة الأخرى بالصحة العامة يعني هذه السيدة تعاني من أنيميا شديدة أنيميا حدة 7 و 6 دي تؤثر وتسبب إجهاض هذه السيدة لا تتغذى بطريقة سليمة الأجيال اللي طالعة دلوقتي كل اللي بتعيش عليه كيس شبسي وحتة شوكولاتة لا ده ما يقومش بيبي وما يعملش ممكن يسبب إجهاض بعض الحاجات تعاني من ضغط عالي جدا تعاني من سكر غير منضبط سكر غير منضبط هيبقى في أول 3 شر يعني لسه كتسيدة عندي مبارع في العيدة أو أول مبارع تقول لأنا عايزة أحمل طب السكر مظبوط لا لا روحي زباطي السكر وتعالي لأن الحمل نفسه بيجيب سكر فحضرتك لو دخل الحمل بسكر يبقى السكر هيضرب في السماء هتسقطي يبقى احنا ما عملاش حاجة يبقى المحاولة اللي احنا بنبحث فيها محاولة مستليمة بعض الأسباب الأخرى اللي هو يعني سن الأم يبقى أقل من 18 أو أكتر من 45 أو 40 بعض الأدوية تسبب الإجهاض يعني بعض أدوية السرطانات والحاجات دي ممنوعة بعض الأدوية ممنوعة تماما لأنها بتسبب 100% أجنة مشوهة التدخين عشان كان لسه عندنا سيدة مبارع واحنا بنعملها عملية أنا عايز أعرف في السبب نكتشف أن هي بتشرب على البيتين السجاير في اليوم لا أنت حضرتك هيفي سموكر حضرتك بتشرب سجاير بطريقة عنيفة جدا دي السجاير بتعمل انقباضات في الأوعية الدموية اللي بتسود أو تؤثر وبتخلي الأوعية الدموية اللي بتوصل الدم للجنين فهتسبب الإجهاض وأن الدورة الدموية اللي وصلها للجنين تقل تماما ممكن مسبب توقف الدورة الدموية أو بعض الأعمال العنيفة التي تقوم بها بعض السيدات أسباب تانية يبقى إحنا قلنا أسباب الإجهاض أسباب متعلقة بالأم وإنها كلها سواء أسباب متعلقة حاجات خلقية عيوب خلقية أو ترومة زي ما إحنا قلنا حدث صدمة خارجية أو داخلية بعض الحاجات الإمينولوجيكال الحاجات المتعلقة بصحة الأم العامة حاجات متعلقة بسن الأم زي ما إحنا قلنا أسباب متعلقة بالجنين يأما حاجة كروموسومية يا إما حاجة خلقية يا إما حدثة موت للجنين داخل الأم أو الحاجة المشهورة قوي اللي دلوقتي بقى بتحصل كتير وخصوصا عشان الحقن المجاري اللي هي multiple pregnancy أو أنه بيبقى فيه توقم أو أكثر اللي هو الأجنة المتعددة لأن كل ما عدد الأجنة بيزيد كله بيجري وبيبتدي يدور وبياخد الدورة الدموية لا من ده لا من ده لا من ده فبتلاقي ممكن حد ينزل أو أن المية اللي حاليني الجنين تزيد مرة واحدة فده ممكن يؤثر فيه أسباب التانية المتعلقة بالأب يبقى الأب نورمال فورمس ساعات لما السيتاب بتستغرب جدا لما تيجي تبقى مسقطة مرة واثنين وقال لها عملت تحليل للزوج تقول ليه ما قالوا ليش لا ده طب ما نجوزي كده كده بيخلف آه ساعاته هو بيخلف بس ساعات النسبة المشاوعة بتاعة الحيوانات المنوية بتتعدى بتبقى جديدة جدا فكل مرة بيحدث حمل يحدث حمل مشاوعة لأن الأب نورمال سبيرمس أو الحيوانات المنوية المشاوعة دي بتكون أجنة مشاوعة أو هذا الرجل يعاني من عدوى الزهري أو أو بعض الكلاميديا في حاجات إحنا اللي بنعملها يعني إيه ياتروجينيك الدكتور هو اللي عملها مثلا حضرتك ديت أدوية أثناء الثلاثة أشهر الأولى من الحمل أو أنت كسيدة أخدتي أدوية ممنوعة أثناء ثلاثة أشهر الأولى من الحمل سببت إجهاض وقدت إلى الإجهاض أو حضرتك ما كنتش عارف ومش حاطت في دماغك إن هذه السيدة ونسيت تسأل على معادة دورة وقلت لها هنعمل أشعب السبغة أو تروح تعمل أشعب السبغة وهي حامل أو تروح تركب لولا وهي حامل ده حاجة ياتروجينيك إحنا اللي عملناها بأيدينا وممكن زي ما إحنا قلنا ساعات بعد ما بندور ونفحص في كل هذه الأسباب نوصل إن ما نلاقيه سبب فبنحطه دايماً الهروب الطبي عندنا الهروب الكبير في الطب نيجي نقول ده غير مفصر الأسباب نيجي بقى نخش على العلامات وهنشوف فيديو جميل كده وظريف بسيط ويوضح لنا العلامات اللي بتعاني منها السيدة أثناء الإجهاض جاهز الفيديو؟ تمام أول حاجة أهو 11 حاجة لازم نعلم البليدينج أو الناس في أثناء الثلاثة أشهر أولا من الحمل وهو ده اللي بيخلينا نشك إن دايماً هذه السيدة تعاني من إجهاض تاني حاجة ألاقي دايماً الأبدومير كرامبس أو تقلصات في البطن شديدة أثناء الثلاثة أشهر أولا من الحمل البين الألم دايماً موجود في الجزء التحتاني من البطن اللي هو بنسببين سوا تمام زي ما إحنا شايفين هذه السيدة مرة واحدة تقولك أنا كان نفسي غم علي وكنت برجع مرة واحدة بينتهي ذلك وتحس إن كل ده توقف وده بيجذب انتباهها تماماً زي ما إحنا قلنا عمتاً إن هذه السيدة لما بتبقى تقولك أنا كنت حسى بأعراض الحمل كلها ومرة واحدة الأعراض دي كلها اختفت من عندي طب أنا مكملة كده يا دكتور ولا سقط ولا ولا والكلام ده بيتقلن على فكرة في العادة أنا كنت حسى إن أنا حامل بس اختفت الأعراض بتاعة الحمل هو ده برضو من العلامات اللي بتبقى موجودة بس خلي بالنا عشان مش كل واحدة دلوقتي قاعدة تقولك أنا مسقط لا العلامات دي تدل في الاكتويتنج بريجنس تيست إن انت اختبار الحاملة تعمله تقولك أنا عملته لقيت نفسي حامل يا دكتور بس عملته بعد ثلاثة أربعة يام لقيت نفسي مش حامل ده ممكن يحدث ودي ممكن يبقى من علامات أو ظهور إن إحنا دخلين في مرحلة الإجهاض إن هي نلاقي دايما دي الحاجات بقى المشهورة قوي يا دكتور أنا نزل علي إفرازات مدممة أو إفرازات فيولت روز حاجات غمقة حاجات سودة كل الحاجات دي وكل الأعراض دي تدلنا وتقولنا إن ممكن هذه السيدة خلاص دخلين في مرحلة الإجهاض عندك حاجة اسمها الباكبين أو الألم الشديد في الظهر يبتدي يحدث مع تقلصات البطن الأمامية يحدث وجع شديد في ظهر هذه الأنسة يبقى كل دي الأعراض بتقول خل بالنا دايما وبننبه بعده كل عرض مش هوا إفرازات مهبلية زي ما إحنا قلنا تبقى مدممة أو سودة أو مش كل واحدة الطب غير الهندسة يعني مش كل واحدة عندها عرض من هذه الأعراض تبقى بتسقط لأ لازم حضرتك تستشير الطبيب دي الأعراض العامة الطب غير الهندسة كل بني آدم جسمه مختلف عن جسم من البني آدم التاني إن الموفمينت أو الحركة بتاعت البيبي لو كانت تبتدت تحسها في الشهر الرابع تبتدت تتوقف يبقى هذا الجنين ما بقاش يتحرك نبتدي نشوف الدنيا عاملة إزاي وبرضو مش معناه توقف الجنين لأ لازم بروح نستشير الطبيب إن انت بقيت ديخة وتعبانة زيادة عن اللزوم طبعا هي السيدات الحوامل اللي بتسمعني دلوقتي عارفة وبتقول آه يا دكتور إحنا دايما بنبقى تعبانين ومجهدين لا الإجهاد ده زاد شوية في الفترة الأخيرة أنا بقيت محتاجة نام شوية ما بقيتش حاسة حركة البيبي لا حصل لبعض الإفرازات طبعا إحنا بنجمع كل دوا وبنستشير الطبيب أو الطبيبة زي ما إحنا قلنا كل الحاجات دي أبتدي أعمل فحوصات لهذه السيدة أكتشف إن هذه السيدة حامل ولازم أعمل اختبار الحمل هنشوف دلوقتي الفيديو التاني اللي يوضح لنا الأنواع بتاعة الإجهاد يعني إيه أنواع يا دكتور يعني الإجهاد ده ليه كذا نوع وكذا حاجة أول حاجة منها اللي هو الثريتيند أبورشن أو الإجهاد المنذر هنبتدي أهو أنواع الإجهاد هي عبارة عن ثريتيند أو الإجهاد المنذر إن إيفيتابل أو الإجهاد الحتمي إن كومبيليت أو الإجهاد الغير كامل أو كومبيليت الإجهاد الكامل او المزد الاجهاض المنسي او السيبتك الاجهاض اللي حصل عليه التهاب او الاجهاض الطبي زي ما احنا قلنا لأسباب طبية او الاجهاض المجرم شرعا وقانونا او الاليجل الغير شرعي نبتدي نشرح كل واحد كده الاجهاض المنزل ان هذه السيدة تعاني من اجهاض ولكن ربنا زي ما احنا بنوضح لهم كده وعد اقول لهم ان ربنا بيدي لحضرتك انظار ان انتي ممكن يحدث اجهاض فانتي اول حاجة حضرتك بتلاقيها ممكن نلاقي نقطتين دم نلاقي في تقلصات خفيفة خالص فبنبتدي نلجأ للطبيب طيب الطبيب هيعملك ايه اول حاجة بننصح بيها اللي هي نصيحة اللي دايما في الافلام ودايما في الامهات ودايما ودايما انتي حضرتك تريح الرسط الراح بقيت العلاجات كلها عبارة عن علاجات كونتروفيرسي يعني اصلا احنا بيديها ومش عارفين ندي مسبتات لان دا بيقلل تقلصات الرحم زي ما احنا شايفين اهو دا كده اجهاض المنزل اهو حصل نزول كميات صغيرة من الدم فهذه السيدة بتجري على الطبيب يعمل الصنار الطبيب يلاقي عنق الراحة مقفول الجنين كويس مفيش اي مشاكل فبيبتدي ينصح النصايح زي ما احنا قلنا العلاج بتاعه عبارة عن الراحة التامة حضرتك بيحدث راحة تامة بنبتدي ندي المسبتات بنبتدي نمنع العلاقة الزوجية تماما وهكذا حتى نمر الثلاثة شهر زي ما احنا قلنا اول تمن اسابيع او اول تسع اسابيع اللي هو اول شهرين او اول تلاثة شهر وبينتهي هذا الموضوع النوع التاني وهو الانيفيتاب والابورشن او الاجهاض الحتمي هذه السيدة بتأتي للطبيب مع كمية دم ازيت شوية من الاجهاض المنذر طب تمام تبتدي تيجي ويحدث نلاقي ناس في زيادة شوية من هذه السيدة يبتدي الدكتور يعمل لها الفحص يلاقي البيبي موجود يلاقي نبضات القلب موجودة ولكن عنق الرحم مفتوح وخلاص هذه السيدة تعاني من الاجهاض الحتمي الضروري اللي ما كانش دلوقتي حضرتك وانت عندي بعد يوم بعد يتنين بعد ساعة بعد اتنين هيحدث هيحدث الاجهاض الحتمي تالت حاجة الاجهاض الغير كامل هذه السيدة لما تيجي تاخد تاريخ المرضي بتاعها اه انا عملت اختبار حمل كان موجب تمام وحدث نزول دم شديد اجي اعمل الصنار الاقي بوائي من الحمل موجودة داخل تجويف الرحم فهذه السيدة تعاني من اجهاض غير كامل حسب بقى رؤية الطبيب وحسب الفحص هل هنلجأ ليه التدخل الجراحي زي ما احنا هنشوف ولا هندي جزء طبي حسب ما احنا شايفين حسب العلاجات اللي موجودة اللي هنبتدي نتعامل معها طب الاجهاض الكامل لما اجي اخد برضو التاريخ المرضي لهذه السيدة الاقي ان هذه السيدة تعاني من نسف وكانت عاملة اختبار حمل سواء راحت لطبيب او ما راحتش شافت كيس الحمل او شافت نبضات الجنين ولكن لما باجي بعمل لها المينيمال بلينينج دلوقتي الاقي كميات الدم اللي نزل عليها كميات ضئيلة جدا فما فيش اي مشاكل من اي نوع اعمل سنار الاقي ان الرحم فاضي تماما وان هو ما فيش اي مشاكل من اي نوع يبقى ده ما يسمى بالاجهاض الكامل نيجي بقى الاجهاض المزد او الاجهاض المنسي وده من اصعب الحاجات اللي احنا بنقابلها دلوقتي ليه لان هذه السيدة كانت حامل فيه الاجهاض المنسي ده نوعين ممكن من كيس نفسه يبقى فاضي او الجنين توقفت دقات قلبه سواء بقى عند مرحلة بيختلف المرحلة من التانية زي ما احنا قلنا الاجهاض المنسي ده هل قبل 12 اسبوع يعني قبل 13 وقبل تكوين العظام او بعد ال12 اسبوع او بعد تكوين العظام كل ده بيفرق كتير قوي الاجهاض المنسي يعني ايه اجهاض المنسي يعني هذه السيدة كانت حامل وجات للطبيب بيعمل سنار يتوقف قلب الجنين واحنا قلنا دايما ان الاجهاض هو توقف قلب الجنين او نزول البيبي تلقائيا قبل فترة الفيابلتي وفيابلتي المقصود بيها ان هذا الجنين عنده فرصة انه يعيش خارج جسم الام يعني ايه يعني ساعات احنا نلاقينا البيبي 22 اسبوعه مش كويس بس انا في مصر هنا هخرجه ده مش هيعيش برا فبنحاول نديله فرصته جواه في انجلترا بنزله امريكا ما ينزلهوش فهو هكذا كل دولة حسب امكانياتها وحسب تفاعل اطباء النيونيتس او اطباء حديث الولادة في الحضنانات مع البيبيات المزدق بورشن ده بقى او الاجهاض المنسي ده مشكلته ان فترة طول الاجهاض فترة طول الاجهاض او اما فترة الاجهاض دي بتبقى طويلة اسبوعين او تلاتة ده بيؤثر في تكوين الجنين نفسه وبيؤثر في الدورة الدموية بتاعت الام هذه السيدة ممكن ان تعاني من حاجة اسمها دي اي سي او مكونات الدم نفسها فبيبقى ممكن يحصل تجلطات او يحدث نسف تلقائي او 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 فاحنا بنحاول الاجهاض المنسي وخصوصا لو كان ما بعد الاثناشر اسبوع بنقعد في خلال ثلاثة اربعة يام اسبوع اسبوعين ماكسما بنتابع هذه السيدة بالتحليل السليمة بحيث ان ما يحدث اي اجهاض او ان ما يحدث نسف كامل والمواد المجلطة اللي جوه الدم نبقى محافظين عليها وحدث اجهاض تلقائي ما فيش مشكلة ما حدث يبقى احنا بنعمل تدخل جراحي اللي هو انواق اللي هنعرف دلوقتي ان انا بسقط ازاي ايه اعلاجات اللي بناخدها سواء اسمه السقط الميديكال بعض الادوية او الجراحي اللي احنا بنعمل الحاجة اسمها دي اندسي دايلاتيشن وكريتج او دايلاتيشن وساكينج ان انا بشفط اللي اجينا النوع التاني بقى والنوع اللي مصدريف خالص وهو السيبتيك ابورشن اللي هو الاجهاض اللي حصل عليه التهاب يعني ايه يا دكتور يعني هكذا كان الاجهاض دا منسي او الاجهاض دا كان غير كامل او حتمي وحصل عدوة شديدة للجنين داخل جسم الام وده بيسمى الجهاض التهابي وده بيبقى من اسوأ انواع الاجهاض لان ده بيخلي الام تعاني من حاجتين ممكن لك قدر الله تخش في صدمة نتيجة هذه العدوى وممكن يؤثر في تكوين الدورة الدموية فاحنا نخلي بالنا بهذه السيدة بتاخد علاق قوي جدا من المضاد الحيوي يبقى احنا بنقول لان احنا دايما بنخليها تحت امبرلا من المضادات الحيوية او مظلة من المضادات الحيوية القوية حتى لا تؤثر في الجنين وحتى لا تؤثر في صحة الام ونبتدي بعد كده بنتعامل بعد ما بتشفى هذه الام لان في هذه المرحلة الراحم نفسه بيبقى طري جدا فممكن احنا بنجحة نخرم السيدة ان نجيب ممكن اي حاجة بتتعرض لمضاعفات اقوى من الاجهاض العادي معنا معنا تصال مادام نورة استاذة نورة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازاك يا دكتور بفضل الله كويس تفضلي لا سمحت يا دكتور انا هرمون البرولاكتين عندي 27 عالي جدا هرمون البرولاكتين 27 ايوة بحس بواجه على طول الالم في السادي على طول يعني حضرتك انت غرضك من السؤال ايه انت حليك عايزة تحملي ولا في واجع بس اللي في السدر هو ده اللي تعبك ولا انا الدكتور عملت تحليل مخزونة المبيض قال لي عندك المخزونة المبيض ضعيف جدا 2 من 100 انت عندك كم سنة يا مادام نور انا عندي 34 34 30 الFSH والLH المعمولين 3 يوم الدورة 3 يوم الدورة ايوة الFSH والLH المعمولين ارقامهم كام ارقامهم مش عارفة والله الورق مش معي الوقت مش مع حضرتك طيب حضيك هتلاقي رقم الشاشة ممكن تتواصل معي على الشاشة او على صفحة فرحة حوة على الفيسبوك مع دكتور شادي محمد انا برد على كل اسئلة بس حضيكي بعتيلي كل الارقام اللي نتعامل معها برضو زي ما هنقول استاذة رانيا ايجا اتفضلي انا يا دكتور اتفضلي استاذة رانيا انا يا دكتور من جنة انا زوجت مرتين والمرتين بيحصل اجهات في معاد معاين ما بيضغياش اللي هو عند اربعين يوم عند اربعين يوم تمام بيظهر الجنين وبيظهر الكيس ويتوقف ضقات الال لا لا مش بيظهر لا ما لإيه اللي بيحصل يعني بعمل تحليل رقمي والجنين بيزيد اعمل اشاعة الفيزينية الجنين بيش بيظهر تمام يعني حضيك ما شفتش كيس قبل كده خالص وفي الجوازتين يا دكتور طيب تمام عملت التحليل بتاعت العدوى الفيروسية عملت يا دكتور 25 تحليل طيب وعملت الحاجات بتاعت تجلطات الدم اللي احنا هنا عليها متلازمة الانتيف كل تحليل كل تحليل ثلاث يا دكتور كويسة فيش غير تحليلين اثنين بس واحد مضدات الأكسودة والتاني تجلطات طيب عملت الغدة الدرقية تحليل الغدة الدرقية تحليل السكر كل ده سليم كل ده سليم عملنا منظر بطن ورحم لا يا دكتور بس عملت في الجوازة الأولى وما كانش فيه ولا حاجة عملت منظر بطن ورحم في الجوازة الأولى اه وما كانش فيه أي مشاكل خالص اه حاليا عملت استبغى من أربع شهور تمام فأنتي السؤال يا دكتور اللي عايزة أعرفه إنه مضدات الأكسودة تمنع الحامل بعد الإجهاد الفتة اه طبعا طيب حليل هي ايه؟ اقول لحضرتك أستاذة رندا حاولني بالوقت اتفضلي يا أستاذة رندا عليكم عليكم السلام ورحمة الله حضرتك يدخل من الجوازة بقالي 6 سنين وعملت كل التحاليل وكل حضرة تمام ما فيش أي حاجة حضرتك عندي كم سنة يا أستاذة رندا أنا 28 28 متجوازة بقالك 6 سنين 6 سنين الزوج عنده قدي؟ الزوج عنده قدي؟ 33 تحليل السائل المنمي بتاعه سليم؟ اه تمام ايه الحاجات الفحوصات اللي حضرتك عملتيها؟ حضرتك أنا عملت كل الهرمونات وعملت منظور وعملت أشاعة سابعة تمام وعملت 2 وكله تنام يعني تمام بس فيه دكتور وصف لعلاج الغدة الدراقية هي عندي 4.5 TSH ولا T3 T4؟ لا TSH ما عملته أش تمام عملنا منظور بطن وراحم طلعه سلام؟ لا ما عملتش رحم وعملت بطن بس بس حصل حمل وقد شرط بعد 38 يوم وحصل إجهاض بعد 38 يوم او مرة واحدة في خلال الست سنين ايه مرة واحدة بس طيب أنا هرد على حضرتك أنت وأستاذ رانيا مع بعضنا تمام أستاذ أول حاجة مادام نورة مادام نورة هي تحليل الهرمون اللبن لو حديك بالدوري على خلفة لا 27 ده يمنع الطبيط فلازم يقل دايما أنا بقول مخزون الميبيض يدل على مخزون زي ما إحنا من الكلمة مخزون الميبيض وليس انتهاء الميبيض أنا بوضحها زي بالضبط عندنا زير ببساطة كده شعبيا قالت زير في مياه مليانة على تبتها لو افترضنا ان الزير ده هو المبيض والمية اللي جوه دي هي البويضات طب أنا دور على مخزون المية جوه الزير لما اجا لقيها الزير مليان يبقى المخزون عالي طب لا ده المخزون النص يبقى المية النص لا ده المخزون قليل يبقى المية قليلة بس فيه مية يعني لو عطش تشرب فمعنى مخزون المبيض قليل اه حضرتك فرص الحملة أقل من غيرك ولكن ليست منعدمة فبنعمل الصورة كاملة يعني ايه سنة حضرتك صغير اشوف الFSH والLH اشوف بقية التحاليل واشوف الهيئة كلها وابتدي اتعامل معها والصدرانيا بقى اللي هي ايه ان احنا بنقول بنسقط عند 40 يوم في نفس مع الزوجين في نفس الوقت مضادات الأجسادة اه وساعات بيبقى فيه تغير فيه زي ما احنا بنقول الجزء المناعي بتاع الجسم الجسم بيكون مناعة فيه جزئية لازم نفهمها ليه الحامل بتبقى مناعتها اضعف من غيرها دي احنا لو فهمناها هنبتدي نفهم ايه اللي بيحصل ليه ربنا بيخلي المناعة بتاع السيدة الحامل قال لان نص الجنين اللي جواها مش من جسمها يعني انا لما باجي ازرع كلا لازم باخد حاجات تثبت المناعة عشان الجسم ما يلفص الكلا الجديدة او يبتدي يهاجمها ويقتلها طب خلي بالك الجنين اللي جواك ده نصه مش منك ده من جوزك ونصه من خارج جسمك فجهاز المناعة بيبصروا على اساس انه كائن غريب فلازم ربنا يصبق جهاز المناعة بحيث ان الجنين ده يكمل ساعات الجهاز المناعة ده بيبقى شغال او عنده حساسية اعلى من غيره فيبتدي يسبب الاجهاض المتكره حديك عايزين نروح لدكتور مناعة ونشوف الفحوصات بتاعت الجسم اما استاذة رندا هي بتقول بقى لها لست سنين وعملت جميع الفحوصات احنا بننصح كده على الهواء ان هي تلجأ لوسيلة من وسائل الاخصاب المساعدة يعني ايه نبتدي بالتلقيح حديك بتقول انت عملت يا شعب السبغة سليمة والمنظر سليم نبتدي بالتلقيح ونشوف الدنيا عاملة زي ونزبط او ان انت حضرتك لو مش متابعة طبويد جيدا نتابع طبويد جيدا ونزبط علاقة زوجية في مواعيد يحدث فيها الطبويد السليم بحيث ان يحصل حامل او نعمل تلقيح زي ما احنا بنوان بنرجع لموضوع حلقتنا النهاردة اخر نوعين من انواع الاجهاد وهو الاجهاد الطبي اللي لي ضرورة او غرض طبي زي ما احنا قلنا هذه السيدة تعاني من بعض الامراض اللي الحملة هيؤثر فيها تأثير قوي استاذة نورة مادام نورة اتفضلي ايوة دكتور انا اللي كنت مكلمك الوقت اه اتفضلي مع حضرتك ال 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 اتش 21 تمام والبرولكتين سبع وعشرين تمام و تي اس اتش تمانية وسبع وعشرين تي اس اتش تمانية سبع وعشرين سبع وعشرين من مية وال اف اس اتش لا هو ما خلنشك اعمل ال اف اس اتش واعمل ال ايتو 16 طيب هرد على حضرتك يا مدى النور طيب والمخزون اتنين من مية اتنين من مية انا انا شرحت لحضرتك المخزون واحنا اقلين لا تي اس اتش ده المفروض ده عالي شوية فهنبحث عن دكتور غودة صماء ال ال اتش ده عالي اوي طبعا ده يدل على فشل في وظيفة المبيض ما قبل المعاد ولكن بنكرره مرتين او ثلاثة لان سنة حضرتك صغير فما انا اقدرش راحكم على كده في بعض العلاجات اللي بتتاخد تحسن الوظيفة المبيض شوية لعله وعسى يحدث حضرتك الدورة الجاية تعمل ال FSH وال LH تالت يوم الدورة من تالت او من تاني لسادس يوم الدورة يفضل التالت وابعتهم لي على صفحة فرحة حوة واحنا نبتدي نتناقش في الموضوع لو الارقام دي عالية في علاج حضرتك بتغديب تمشي علي نرجع لموضوعنا تاني وهو الاجهاض الطبي قلنا ان احنا هذه السيدة تعاني مدام اسماء اتفضلي ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايوه حضرتك انا كنت حامل وولدت الشهر التابع بسبب ان كان الدم مش وصل للبيبي اه يعني هم شخصوا عملتي حضرتك الدوبلر اثناء الحم وطلع ان الدورة الدموية اللي وصلة للبيبي مستليمة فاضطر الطبيب ياخد قرار ان ينزل العيل بالضبط وقعد شهر في الحضونة وتوفى حضرتك قدر الله ما شاء فعل هو الطبيب مظلوم يعني احنا دايما والله احنا بنشرحها للناس على الهوى احنا بنبقى بين شقي الراحة ليه انا عندي ام وعندي جنين بفضل ان اطلع بالاتنين سولان مية في المية بفضل ان اطلع بالاتنين سولان بس لما بيجي حاجة على حساب حاجة باضطر اختار بقى بين الاتنين فضلي ايوه حضرتك انا بس عايز اسأل حضرتك اول لو انا حمدت تاني حيتكرر مشوار دا تاني مية لا اهم الشرط بس احنا يعني من المفترض نتلافى الاسباب اللي حصلت ايه الاسباب اللي حصلت حضرتك بقى التابعي تشوف الطبيب اللي كنا متابعينه ايه اللي حصل اثناء الحملكة المية بيتقلي تدريجيا ليه هل حضرتك كنت يواخد ادوية سيولة ولا لا الدورة الدموية بناكل كويس بنشرب كويس كل الكلام دا لازم نتعامل معه انما وارد اي حاجة طبعا دي مش في الحملة بس ده جزء طبي احنا عارفينه تماما اللي تعرض لحاجة قبل كده هو اكثر عرضة من غيره ان يتعرض لها يعني انا لو تعرضت المرض السكر قبل كده فهيبقى هيجيلي في مرحلة من مراحل حياتي تعرضت المرض الضغط قبل كده يبقى هيجيلي في مرحلة من مراحل حياتي زي بالضبط الحوامل مبارح بالضبط واحدة بتقول لي انا كان عندي ضغط علف الحمل الاولاني انا حامل تاني دلوقتي ممكن ضغطي يعلى حضرتك نسبة انه يعلى اغلق اكتر من غيرك وارد ما يعلاج ولكن النسبة متواجدة النسبة متواجدة ودوى بيبقى اعلى من غيره ايو ايو خضر احنا نحاول بس نتلافى الوضع ونتابع مع طبيب ماهر من اول الحمل كده ان شاء الله نرجع لموضوع حلقتنا تاني عشان نلحق نخلصه قبل ويبقى كملنا حلقتنا كلها وهو الاجهاض احنا قلنا الاجهاض الطبي هذه السيدة تعاني من اجهاض مستاذة مهة مدام مهة تفضلي حلو ايو اتفضلي يا مدام مهة بقولك يا دكتور انا عملت كل السحصات انا متأخرة عن حملة بقى ليه سنتين حديقة عندك كم سنة يا مدام مهة عندي 24 متجوزة بقى ليك سنتين الزوج عنده قد ايه الزوج عنده 26 تمام تحليل السائل المنوي سليم كل حاجة سليمة ومطبع التويد وكل حاجة تمام حديقة عملت اشعة بالسبغة او عملتها في بقى فيها انتفاخ هي تلكة وكل حاجة فيها انبوة منهم فيها انتفاخ تمام انا عايز اعرف اتأكد ان هي دكتور بيقول ان هي تلكت بتاع السبغة بس ما حصلش حملة من ساعتها فانا عايز اعرف اه يعني ايه الحل ان انا عرف هي حاجة مؤخرة الحملة ولا لأ وثاني حاجة يا دكتور الدورة بقت شهر الجيلي 28 من ساعت ما عملت الاشاعة وشهر الجيلي 35 يوم تمام هرد على حضرتك مدام اه مدام مهة ببساطة جدا حضرتك هنعمل منزور بطن ورحم يبقى احنا كده اتطمن الحاجة اللي نقصلها في الاذهان الانبوبة دي ليها وظفتين وظيفة تشريحية وظيفة تشريحية ووظيفة فش اولوجية التشريح ان هي عاملة زي الخرطوم بتاخد المياه من هنا لهنا تاخد السبغة من هنا اتعديها هنا ووشفها سلكة دي الوظيفة التشريحية اما الوظيفة الفشلوجية دي حاجات لا اراها بالعين المجردة احنا فوسط فيديوهتنا حضيك لو دورت كده على الفيديوهات على اليوتيوب دكتور شادي محمد تأخر الإنجاب الأسباب المتعلقة بالأنابيب هتلاقي في الفيديوهات إن فيه أهداف داخلية اللي بتاخد الحيوانات المنوية والبويضات والجنين دي وظيفة في السيولوجية ملهاش فحص معين ولكن الالتهابات الشديدة تؤثر على هذه الأهداف يعني بتدمرها فإحنا هنعمل منظر بطن ورحم وعند طبيب ماهر شوية عشان يبقى عنده رؤية بشوف الأنابيب دي أقول سليمة ولا مسليمة مش شرط الأنابيب تعدي سبغة إن إحنا كده سلام دي كده تطمننا على 50% من الوظيفة مشكلة لل50% الثانيين إحنا ما بنعرفش نتطمن عليه طيب تفضلي يا مدام مها وماها غير الأولانية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا مدام مها أيها دكتور لو سمحت أنا سني 35 سنة فالزوجي كان عنده مشكلة في الحيوانات المنوية فدلوقتي بيتعيلك فإحنا هنعمل حقن مجهري الدكتور قد ما ينفعش على الحقن المجهري تمام فالدكتور طلب مني تحليل الـ AMH طلع الـ AMH عندي 081 آه 8 من 10 يعني 81 من 100 81 يقاعد تمام يا دكتور ده كويس ولا ضعيف ولا أي دكتور طيب أنت لو قرأت الأرقام اللي جنبه ده ضعيف شوي بس زي ما حضرتك لو بتتفرج علينا زي ما أنا قلت يعني اعتبر الماء بيضي الزيل والمخزون ده المية المية وصلة لـ 8 من 10 وأنا المفروض الطبيعي عندي 10 الطبيعي عندي 15 الطبيعي عندي 30 ففيه كده الدنيا هتبقى كويسة ان شاء الله وربنا يستلوكم الخير ويرزقكم يا رب ان شاء الله يعني كده ان شاء الله المخزون معقول وكويس ما فيش مشاكل مع بقية وظيفة المبيض فان شاء الله نأكد على كده نرجع بقى لآخر حاجة اللي هو الإجهاد قلنا الإجهاد الميديكل الإجهاد الميديكل ده خلصنا منه خالص آخر حاجة وهي هنخلصها في دقيقة كده هو الإجهاد المجرم أو الغير قانوني أو الغير شرعي وهو الإجهاد الغير شرعي أو المجرم قانوني دي اللي هي سيدة بيحدث لها حملة عن طريق يعني احنا حتى يجرم قانوني حتى لو هم زوج وزوجة بس ما فيه سبب نحنا عن نفسي بنجرمه شرعا وقانونا انما فيه بقى السيدة التي يحدث لها حمل في خارج إطار الزواج أو 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 فبتيجي تقولك لا أنا عايزة ساقط ده اسمه الإجهاد المجرم شرعا وقانونا وده بيبقى ليه أعراق كتيرة لإن أنا دايما بخش في واضع أو في منطقة ربنا غير مهيئة لها أن هي يحدث لها فبنعمل بعنف على عنق الرحم بيبقى الكحت أزيد على الرحم وكت أعرف سيدة كتجات للعيادة كان حصل إجهاد أربع مرات عند طبيب قابلي كريمينال غير مجرم عملته غير قانوني تحت السلم جاية بقى بعد ما تزوجت بقى لها تلات أربع سيدين بتدور على خلفة مش عارفة يبقى إحنا كده زي ما إحنا بنقول يبقى إحنا أسهبنا في الموضوع النهاردة إن شاء الله كان موضوع الإجهاد وأخذنا أنواعه وعلاماته ونأكد تاني على الجزئية مش كل واحدة لقت علامة من العلامات دي بقى أنا بسقط لا إحنا لازم بنجمع كله وحضرتك بتروح لطبيب أمراض النساء والتوليد اللي بيغلب على الظن أنه ماهر وبتبعي بناخد حاجاتنا وعلاجاتنا معنا أتصل أستاذ إيمان تفضلي السلام عليكم عليكم السلام تفضلي يا أستاذ إيمان لو سمحت يا دكتور أنا بأخذ مناشطات للتبويض وسبعت التبويض مع الدكتور وفجزت للبويضة اليوم السابع أو اليوم السابع أمان بليجي حجم البويضة تسعة وقال لي فيه بويضة واحدة حجم 16 سرعيز أعرف يعني هل السابع ده يعني في اليوم السابع أو السابع ممكن يعني البويضة تكمل وتكبر ورقم قوية هرد على حضرتك في عجالة كده البويضة اللي بيحدث منه البويضة اللي بيحدث منها حمل هي البويضة من 18 ل 23 عند معدد طبيب في اليوم السابع تسعة احنا بنحاول نتابع ونشوف بس طبعا لو بويضة واحدة يغلب على الظنة نشوف الدنيا عاملة ازاي بس البويضة التي يحدث منها حمل من 18 ل 23 ونتابع طبوتنا يا أستاذة إيمان أو يا مدام إيمان نهاردة كان موضوع حلقتنا موضوع شائك وشائق وهو شيق وشائك وهو موضوع الإجهاض بكل أنواع وشرحناه وبنطمن السيدات إن شاء الله ربنا يا ربي يكملكوا كلكوا على خير ويرزقكم البنين والبنات إن شاء الله على وعد بالقاء إن شاء الله كان معاكم دكتور شادي بنذكر بزيارة السويس كل يوم سبت الساعة 12 ونص الأهالي السويس أهلي وحبيبي الساعة 12 ونص في عادة السويس واللي عادي يتواصل معنا هيتواصل معنا على الفيسبوك صفحة فرحة حوة دكتور شادي محمد الصفحة المتخصصة في أمراض النساء في كل ما يتعلق بأمراض النساء ويتولينه وأنا اللي برد بنفسي أستاذ محمود هو بيأكد علي أنا اللي برد بنفسي أنا اللي مسك الصفحة أنا وهو فأنا اللي برد يعني أنا كطبيب أنا اللي برد وإن شاء الله نحاول إن احنا نوصل لكم أي معلومة كان معكم دكتور شادي محمد استشاري أمراض النساء والتوليد والعقب وأطفال النبيب والحقن المجهري على وعد بلقاء إذا كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته